لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا من نابلس مراسل غد خالد بدير إذن خالد كيف تبدو التطورات لديك الآن؟ شتاء بارد لكن أوضاع ميدانية ساخنة ومتوترة للغاية في مناطق شمال تحديدا في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يغلق مدخل البلدة بصورة كاملة مجزرة استيطانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى حدثت خلال الساعة والنصف الأخيرة انتهت قبل لحظات أكثر من 25 منزل تضررت بصورة مباشرة نتيجة رشقها بالحجارة واعتداءات المستوطنين الذين هاجموا المنازل حطموا الزجاج للمنازل اعتدوا على المواطنين روعوا الأطفال داخل منازلهم وتحديدا في المناطق المتاخمة على طول الطريق الرابط ما بين مستوطنة شافش ومستوطنة حومش المخلا هذا الطريق الآن بات طريق من الرعب هذا هو الآن مدخل بلدة برقة تشاهدون عدد الدوريات العسكرية الإسرائيلية رغم الأجواء الباردة ورغم التساقط المطري المستمر والغزير لأن الأهالي حتى هذه اللحظة يواصلون تشكيل درع من الحماية على مدخل البلدة لمنع أي اعتداء استيطاني لاحق في هذه المنطقة جنود الاحتلال الإسرائيلي يحاولون تأمين عبور المستوطنين الذين يواصلون بعملية الدخول والخروج من وإلى مستوطنة حومش المخلا حيث وقعت العملية بالأمس وأصفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين في هذه الأثناء كما نشاهد الأهالي يصرون على البقاء والتمترس على مدخل البلدة أمام الهجمة الاستيطانية التي حدثت يعني هذا المشهد التي عاشته بلدة برقة مشهد كبير وخطير للغاية منذ سنوات لم تحدث هذه الصورة التي شاهدناها لهذا اليوم تحديدا في بلدة برقة ألاف المستوطنين هجموا بصورة واحدة وبحماية جيش الاحتلال صوب المنازل صوب البيوت صوب المحال التجارية حطموها ودمروها وروعوا الأهالي في مشهد يؤكد بالتأكيد على أن الأمور تذهب باتجاه التصعيد استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لحشود الفلسطينيين وتفريق هذه الحشود من الفلسطينيين كيف يواجه أيضا شبان الفلسطينيين هذه المواجهات وهذه الإطلاقات للرصاص يعني مواجهات عنيفة كانت حقيقة بين الأحياء وفي مشهد هستيري للغاية في تطور الأحداث سريعا كان في بلدة برقة المستوطنون بنفذوا اعتداءاتهم بصورة مباشرة صوب منازل المواطنين الفلسطينيين اندلعت المواجهات حاول الأهالي التصدي جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي لتفريق الشبان وتأمين الحماية للمستوطنين على الفور كان هناك عملية طبعا إطلاق للقنابل الغازية والصوتية الشبان ردوا برشق الحجارة إلا أن الخسائر كانت أكبر في صفوف الفلسطينيين أكثر من 25 منزل يعني نحو 30 منزل تمت تعرضت لهذا اليوم لعملية رشق الحجارة والاعتداء المروع في بلدة برقة شمالة غربة مدينة نابلس الإصابات يعني إصابات بالهلع إصابات بالحجارة يعني على الأقل هناك عشرات حالات الاختناق نتيجة إطلاق وبالكثيف من القنابل الغازية من قبل جيش الاحتلال صوبة المنازل والأحياء السكنية في هذا الشتاء الآن يوجد نحو 35 منزلا تواجه البرد القارس نتيجة هبوب الرياح ونتيجة تحطم نوافذ المنازل بفعل الحجارة التي ألقاها المستوطنون على منازل الفلسطينيين العملية التي وقعت لهذا لليوم البارحة وكان اليوم مراسم من التشريع في مستوطنة حومش المخلا كان هناك حضور من قبل أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي إلى مستوطنة حومش وأكدوا لإطلاق العنان لتعزيز البناء الاستيطاني في المستوطنة والتسوية القانونية المتعلقة طبعا بإعادة البناء فيما يتعلق بمستوطنة حومش أيضا إنشاء بؤرة استيطانية حركة نحالا الاستيطانية أنشأت لهذا اليوم بؤرة استيطانية في منطقة كريات أربعة وذلك تخليدا لمقتل المستوطن لليلة البارحة في عملية إطلاق النار هذا المشهد مع الاعتداءات بالتأكيد وأن الطرق الآن أصبحت خطرة في عملية التنقل من منطقة إلى أخرى في مناطق شمال الضفة الغربية الآن باتت الأمور تتجه نحو تصعيد هجمات استيطانية هناك إشارات ميدانية على طريق زعترة هناك تواجد استيطاني على طريق ما يسمى بالقرب من منطقة سنجل وترمس عية شمال رامالة هناك إغلاقات وتعطل في حركة الطرق وبالقرب أيضا من بيت إيل هناك أيضا إغلاقات شكرا جزيلا لك خلد بدير مراسل غاد كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا لك